يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يريد على ألسنات العلماء والفقهاء الفاظ مثل هذا عمل كفر أو هذا الفعل هو الكفر هل هناك فرق بين الكلمة إذا كانت معرفة أو منكرة الفرق في كلام الرسول أما كلام العلماء فلا يستدل به إنما يستدل بما جاء في القرآن والسنة فإذا عرف الكهر في القرآن أو عرف في السنة فهو الكهر الأكبر وإذا نكر فهو الكهر الأصغر هذا في كلام الله وكلام رسوله أما كلام العلماء فهذا إن كان موافقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله فهو حق إن كان مخالفاً فهو خطأ نعم